دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس العشرون ليلى يا سلمة أفي فصلك طالبات من الصين واليابان؟ سلمة نعم في فصلنا خمس طالبات من الصين وأربع طالبات من اليابان وثماني طالبات من إندونيسيا ليلى وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا سلمة كم أختا لك يا ليلى؟ ليلى لي ثلاث أخوات سلمة وكم أخا لك؟ ليلى لي خمسة إخوة سلمة لك ثلاث أخوات وخمسة إخوة وخمسة إخوة ليلة نعم وكم أخا وأختا لك؟ سلمة لي أربعة إخوة وأربع أخوات ليلة لي زميلة اسمها خديجة لها ثمانية إخوة وثماني أخوات تمارين تمارين اقرأ واكتب ثلاث طالبات أربع طالبات خمس طالبات ست طالبات سبع طالبات ثماني طالبات ثماني طالبات تسع طالبات عشر طالبات اقرأ واكتب في بيتنا ثلاث غرف في الجامعة عشر حافلات في هذه المدرسة ثماني مدرسات عباس له سبع بنات في بيتنا تسع دجاجات في الجامعة خمس كليات في المستشفى عشر طبيبات وأربع ممرضات خالد له ثلاثة أبناء وأربع بنات لي خمسة إخوة وست أخوات في هذا الكتاب عشرة دروس لنا أربعة أعمام وخمس عمات في بلدي خمس جامعات في ذلك الدرس ثماني كلمات جديدة عندي ثلاث مجلات أجب عن الأسئلة الآتية مستعملني العدد المذكور بين قوسين كم أخا لك ستة كم أخا لك خمسة كم بقرة في الحقل عشرة كم طالبة جديدة في الفصل تسعة تسعة كم طبيبة في مستشفى الولادة ثمانية كم طبيبة في مستشفى الولادة ثمانية كم ابنًا لك أربعة كم بنتًا لك سبعة كم جامعةً في بلدك ثلاثة ثلاثة كم كتاباً عندك ثمانية كم كتاباً عندك ثمانية كم كتاباً عندك ثمانية لي لي أربعة إخوة وثلاث أخوات محمد له خمسة أبناء وثماني بنات عندي عشرة كتب وسبع مجلات في المستشفى تسع طبيبات وست ممرضات عندي أربعة قمصان لهذه السيارة أربعة أبواب في هذه الكلمة خمسة حروف في مدرستنا ثماني مدرسات في بيتنا عشرة رجال وعشر نساء ذهب أبي إلى الرياض قبل ثلاثة أيام اكتب الأعداد من ثلاثة إلى عشرة واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا له سيارة أخت طالبة مجلة بنت ساعة الكلمات الجديدة المجلة الجمع مجلات إندونيسيا الحرف الجمع حروف الكلمة الجمع كلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر